موسيقى 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 بمناطق الشمال الغربي درجات حرارة ظهرنا تكون في حدود الـ 24 بباجة 25 بجندوبة 23 بسريانة 22 درجة بالكاف بمناطق الوساط نتوقع تزيل 21 بتالا على بالقيروان 26 بجية الساحل بسوسة درجات حرارة ظهرنا تكون في حدود الـ 21 درجة 17 بالمنستير 20 بالمهدية 17 بيسفاقس بيوزرقار ناسي لبوزيد 24 بالقاسرين وبيمناطق الجنوب الغربي نتوقع تزيل 25 بقفسة صعود درجة حرارة إلى حدود 27 بتوزر 25 بيكبلي جابس 21 وببقية مناطق الجنوب الشرقي إلى البلاد بجزيرة جربا توقع تزيل 21 دهران 22 بمندين 21 بتطوين و22 برمادة بالنسبة للملاحة وصيد البحري بسوحلنا شمالية منطقة السيرات وخليصونا سوصولا لخليص حمات وجية الساحل رياح تكون في أغلبها شمالية غربية سراتها من 15 إلى 25 عقدة البحر مضطرب إلى تدريجيا شديد الاثراب وبخليج جابس فعلي تريح تكون أقل نسبيا من بين 15 إلى 20 عقدة تتراجع تدريجيا إلى مستوى 5 15 عقدة بحر متموج بسوحل اسفاقس جابس ومدنين كل عادة قدموكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية بينواك شرطة بجموعة من أصحاب العابر سما أسافيا بالدالبيضاء 22 بلجز العاصمة تقسي يكون مشمس بدرابلس 19 حرارة نسبيا مرتفعة بالخرطوم 43 درجة ظهرا بالقهرة سحب عامة قليلة 24 بالبقاء المقدسة قد نسجل 34 بالمدينة المنورة 39 بمكة المكرمة 29 بالدوحة بعد سحب أبوظبي وبمسقة 31 درجة 31 أيضا بالكويت مؤشرة أمطار متفرقة محلية ببغداد 34 درجة وبعض الاضطرابات الجوية بالشرق الأوسط تقسي يكون ممطر ببيروت 18 درجة 16 بالقدس بعد سحب دمشق 20 أمطار بإسطنبول 11 درجة وبأوروبا برمى درجة حرارة ظهرا تكون في حدود 18 أمطار بفيينة 14 تقسي يكون ممطر ببرلين أمستردام لندن بروكسل 13 جونيف باريس 15 درجة 21 بمرسيلة وبشبه الجزيرة الأيبيرية قد نسجل 27 بمدريد 23 بلاشبونة تطور رضع الجوي خلال الأيامات القليلة القادمة تقسي يكون قليل سحب إلى محلية مغيم جزئية جنوب البلاد تاييرات هوئية في أغلبها من قطاع الغربي ضعيفة لمعتد لا تصل السعرات إلى مستوى 40 كم في الساعة بالسواحل الشرقية وبالجنوب بحركون قليل الاثراب بالشمال متموج ببقية المزلات البحرية ودرجة حرارة ظهرا تصعد إلى مستوى 25-30 درجة وتصل محليا إلى 33 بالقيروان خلال يوم الخميس تتنقل التاييرات الهوئية بشكل تدريجي لتكون من القطاع الشمالي بالشمال الغربية بالوسطة وبالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب سواحل وبالجنوب معتدلة ببقية الجهات بحركون مضطرب إلى شديد الاثراب درجة الحرارة قد تعرف تراجع نسبي بالشمال بالمناطق الغربية وعموما في استقرار ببقية الجهات ظهور بعض أسحب لقد تكون أكثر كثافة بشمال وبالمرتفعات موعيد الأمساك والأفطار بمدينة تونس اليوم الغد الأمساك إن شاء الله يكون في الساعة رابعة 11 دقيقة والأفطار في الساعة السابعة إلا ثمان دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمهد الوطني للرس الجوي موقع الويب ترادوب لذيب وميتيو بونتين رقم الموزع الصوتي تجم تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهد أوقات سالات بمدينة تونس ومزاورها اليوم الغد سالة صبح بداية من الرابعة 21 دقيقة ظهر من تصف النهار 27 دقيقة ساعة العصر في الساعة رابعة شكرا على حصم تابع الاهتمام إلى اللقاء